بعد نحو عامين من الركود الجزائر تفتح أبوابها من جديد أمام السواح الأجانب باستئناف نشاط الوكالات السياحية وتأطير الوفود والرحلات الاستكشافية القادمة من الأسواق التقليدية يعني ما نقدموش هذا يا بطل كل اللي نشوفو فيه رح يكون الرتور دانفستيسما لما نجيبوا ديتور أوبيراتور رح نفتحوه ونرحبو به ونساهمو فيه تعلمونا أنه مش الوزارة اللي هي تقوم بهذه الرحلة الاستكشافية هي تشرف عليها هنا كقطع كإدارة كوزارة كعضو في الحكومة نرفع كل الصعوبات نذلل كل العقابات نفتح كل الأبواب المغلقة أمام المستثمرين من خلال الإجراءات اللي نقوم بها ميدانيا يكونوا بإذن الله ويعني الباب مفتوح لكل وكالات اللي عندوا ديتور أوبيراتوري طرانجي ويشوف باللي رح تعود بالفائدة له قبل القطاع نحن مرحبا به مسعن يترافق مع إعلان السلطات عن نواياها في تخفيف وتسهيل شروط منح التأشيرات للسواح الأجانب دون التخلي عن مبدأ المعاملة بالمثل كاين هناك تعليمات كاين هناك تعليمات لأصدها سيد رئيس الجمهورية لدوث ديسمبر لدوث سبتمبر 2021 باش تسهل الإجراءات الحصول للتأشيرة التأشيرة التي الفيزا دوغروب إلا دونيانسوليكشون فارمي ديرك دون سسنس لما تكون طالب تأشيرة من طرف وكالة جزائرية متعاملة مع وكالة أجنبية من أجل فوج أو مجموعة من السياح يجب هنا الأمر هو بسيط جدا لكن يجب أن نتذكر شيء أنه في العرف الديبلوماسي هناك المعاملة بالمثل هناك المعاملة بالمثل يعني ما نقدرش أنا واحد يمنع لي التأشيرة ويطلب لي ملف كذا وكذا وكذا ونجي هنا نسهل من أجل انفتاح سياحي متعدد الجبهات ينتظر أن يتوسع نحو إعادة بعث حركية الاستثمار في المنشآت السياحية والهياكل الفندقية باستقطاب رؤوس أموال أجنبية تحركات فعلية لإعادة الحركية لأضعف حلقات الاقتصاد الجزائري سيكون مصحوبا بمراجعة جذرية للترسانة القانونية والتشريعية المؤطرة للقطاع السياحي اشتركوا في القناة